بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم دلوقتي عن الاماكن التي ينصح فيها باستخدام البلاطات الهولو بلوك سلاب الهولو بلوك تعالى نقول الأول عيوبها علشان نعرف احنا مش نستخدمها فيه اكبر عيب ان هي منفزة جدا للماء ليه عشان معظمها بلوك عشان معظمها فراغ فهي منفزة للماء وبناء عليه ما ينفعش نستخدمها في الحمامات ما يكون عندك حمام اعمله سلد سلاب او فلد سلاب الدور كله الدور كله المنشق بتاعك كله هيبقى هولو بلوك استعالى عند حتة الحمام او الزونة بتاع الحمام اعملها سلد سلاب طيب بالنسبة للأدوار العلي بالنسبة للأدوار الدور العائل السقف آسفة بشمانسي لو لو هتستخدم هولو بلوك سلاب لازم تعزله عزل لماء كويس عشان المطرة مجيش تبهدلك السقف بعد كده وتخش عندك في الدور تمام يفضل ان انت بتستخدمش الهولو بلوك سلاب في الاماكن اللي عليها عزوم سالبة يعني لو عندك بكيتين قبار وفاستهم باكية صغيرة الباكية الصغيرة دي غالبا هتلاقى عليها عزم سالب لا يفضل انك تستخدم في الباكية الصغيرة ده مثلا عندك غرفة عرضها اثنين ونص متر ويمينها غرفة ستة متر ويشملها غرفة ستة متر فهتلاقي غالبا الغرفة الاثنين ونص متر دي عليها عزم سالب فيفضل انك تعمل دي ايه بالنسبة للاحمال الديناميك الاحمال المتحرك ده كان الاماكن اللي نفعش تستخدم فعل هولو بلوك سلاب شكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته